ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية العلاقات المصرية الأفريقية وما تمثله من أولوية في السياسة الخارجية المصرية مشيرا إلى زيارات وتحركات الدبلوماسية المصرية على مستوى القرى وفي هذا الإطار أكد مدبولي على ضرورة متابعة ما يتم الاتفاق عليه مع الدول الأفريقية الشقيقة من مشروعات تلبي طموحاتها في التنمية الشاملة كما وجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالمشروعات التنموية التي تحتل أولوية للأشقاء الأفارقة بحيث يمكن متابعتها والعمل على تنفيذها